النهاردة استيقظ المصريون والعالم العربي كله على خبر حزين ورقة جديدة سقطت من شجرة الفن العظيم في مصر والحقيقة فنان كبير استطاع بصدق موهبته أن يحفر مشواراً فنياً رائعاً في خلال مدة طويلة بيعمل في التمثيل منذ طفولته منذ أن اختاره الفنان الكبير يوسف شهين لمشاركة مجد الرومي وعدد من عمالقة السينما المصرية في بطولة فيلم سينمائي لا ينسى حتى الأعمال الأخيرة هو النجم الكبير الأستاذ هشام سليم اللي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر 64 سنة خليني أخذ على طول الأستاذ أحمد سعد الدين النقد الفني مساء الخير يا فندم البقية في حياتك مساء الخير بقية في حياتك وطبعاً بنعزي العالم العربي كله ومش بنعزي بس الشعب المصري شام سليم فتان عربي محبوب وله جمهور في كل العالم العربي الحقيقي أستاذ أحمد يعني أنا سبق لي أن أنا تشرفت بأكتر من لقاء مع شام سليم حضرت تصوير فيلمه بطر رغم أنفه ما كانش من الأفلام المحظوظة في السينما قوي وتكلمنا مع بعض وبعد كده اشتركت معاه في مسلسل لحظات حرجة والحقيقة يعني عندي تصور وحضرتك برضو قولي رأيك أن صدق هذا الرجل مع نفسه كإنسان هو أهم ما امتلكه في موهبته الفنية كفنان من الحاجات الجميلة لو حضرتك شفت النهاردة مواقع التواصل الاجتماعي كلها هي بتنعي شمس دين الإنسان قبل الفنان ليه؟ لأن الشمس دين الحقيقة من الشخصيات الجميلة جدا على المستوى الإنساني أولا إنسان مش متكبر راجل شفن جدع ما عندوش بقى أنا نجم وأنت أقل أو غيره إنسان جميل جدا قالك كلمة يبقى هو ملتزم بيها لازم تكون معاه إنسان كويس لو غيرت كلامك وإداك ظهره مش هيرجع فيه دي سنة الناس اللي هي اللي زي السيف كده يعني لأنه بيفترض في البداية الثقة الكاملة في اللي قدامه دايما مبتسم دايما ودود دايما لطيف حتى في اللوكيشن ما تسمعش صوته مش من الموسيقى اللي بيحبوا يعملوا غاغة خشوا بدوشة ويروحوا بدوشة إنسان عجيب عجيب في بساطته ولطفيه هو ممكن يحل مشاكل موجودة في الاستوديو هو ملوش داخل بيها طبعا لأنه كبير ولكن هو في الأصل يعني إنسان ابن ناس أيوا ده صحيح ليه بنقول ابن ناس إنسان متربي إنسان كويس جدا بتعامل مع كل الناس بشكل جيد تقعد معاه إنسان بسيط جدا على فكرة هشام سليم عمره ما جاب صيرت إنه أبوه إيه وعمه إيه وكل كل الكلام ده كانت رغم إن العيلة كلها تميز أبوه وعمامه وإخواته كلهم نجوم يعني بالضبط هو كمان عنده مشوار الحقيقة نفخر بيه بقاله خمسين سنة من سنة 72 لما عمل إمبراطورية ميم وحتى الآن إحنا نتكلم في خمسين سنة عمل فيهم مجموعة كبيرة جدا من الأعمال بداية من إمبراطورية ميم مع السيدة فاتن حمامة وبعد كده عمل مع يوسف شهين عودة الإبن الضال عمل مع فاتن حمامة تاني بريدو حلا ثم ابتعت شوية إلى أنعات في بداية التمنينات بعد ما خلص دراسة بفيلم تزوير في أوراق رسمية من اللحظة دي هو احترف الفن أقدر أقول حاجة مهمة أن شام سليم وجيله ظلمة فنيا ليه؟ لأن جيل هشام سليم محمد عبد العليم محسن محيددين شريف مونير البجموعتي كانت المفروض تاخد مكانة في الصدارة في السينما ولكن جيل نور الشريف محمود ياسين أحمد زاكي والمجموعة دي طولت شوية في النجومية فهنا قضت على الجيل اللي بعدها لكن هم عوضوا ده بنجومية طاغية في مسلسلات التلفزيون في الدراما التلفزيونية يعني لولا الكلام لحياتك بتقوله ما كناش شفنا أرابيسك ما كناش شفنا المصروية شاد والدموع كل اللي تعلق فيه شام سليم طبعا هو هنا بقى شاف إن الجزء الآخر من الفن اللي هو الدراما التلفزيونية هذه الدراما التلفزيونية ضرع فيها بشكل كبير جدا ابتدينا نشوف ليالي الحلمية ونشوف الريال بيضة ونشوف أرابيسك ونشوف حاجات جميلة جدا جدا وبعدين هنا أنت بتشوف الإنسان البسيط قدامك على الشاشة بتحسش إنه بيمثت يعني فيه فرق إنه مش متصنع فبتشوفه كإنسان حقيقي من لحمه ودم عشان كده كنت بتحبه في كل أدواره هو الحقيقة موهبتهم برضو الأسماء اللي حضرتك طرحتها رغم نجاحهم فيما قدموا في السينما لكن موهبتهم أقرب للتلفزيون اللي هو يكاد يكون دوماسك وان تو وان يعني الأداء التمثيلي في كاميرا التلفزيون ما فيهاش أي حتى التكسيف الشعور لدخول لعمق الشخصية قوي بزيادة اللي بتحتاجه الشريط السيلولايت بتاع السينما هم يمكن مش زي محمود عبد العزيز نور الشريف محمود ياسين بيتوه جوه عمق الشخصية لا هو بحب يبقى بسيط ولطيف طب عايزة أسألك أستاذ أحمد عن سر وجود هذا الكم الرهيب في جنازة هشام سليم من الفنانين والمنتجين المؤلفين والمخرجين ومن لم يستطيعوا الحضور زي مجد الرومي وفنانين تانيين نعوه بقلوب فعلا يدميها الحزن يعني شفنا النهاردة على تويتر كم من الجمل اللي بتنعي هذا الرجل إيه سر الحب دا كله الحب دا جاي من حاجته أولا التصالح مع النفس أيوه هو كان إنسان متصالح مع نفسه جدا ثانيا التعامل الجيد مع كل المحيطين حوله دا صحيح ودي هي اللي بتفضل مش حكاية أنا نجمة وخلاص ما انت فيه نجوم ممكن تيجي التعامل معهم تنفر منهم خلاص يعني بتأدي واجه خلاص بتقوله أنا كنت بحبك لما شفتك خلاص ما بقيتش عايزة عرفك حضرتك بتتكلم النهاردة على الفنانين أنا أتكلم على فيه نهاردة موجودة في الجنازة عشان سليم يعرفهاش عشان نفسه ما يعرفهاش ولكن كم الحب الموجود لأنه إنسان صادق مع نفسه إنسان راجل عمره ما قال كلمة ورجع فيها صحيح طب بقيتش زحمة دي يعني دي تخليني برضو أسألك بدون ذكر أسماء وأنا عارف طبعا حياتك مش تذكر أسماء لأنه موضوع سخيف اللي أنا أسألك عنه لكن ما نراه الآن من كانتاري الشنوي كتب مقالة عن النجوم الأكثر سفرارا من الصحافة السفراء اللي هم غويين يطلعوا فضايحهم وفضايح غيرهم في السوشيال ميديا ويعودوا أتراشكوا بألفاز رديئة أو فيديوهات رديئة تقول إيه للناس دي وتقولهم يتعلموا إزاي من هذا الجيل ومن هذا الرجل شديد الإحترام اللي فقدنا النهاردة هناك فرق كبير جدا ما بين إنسان ممكن يجري على الشهرة وعاين الشهرة بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت عن طريق المواقع والجرائد في السفراء وهناك إنسان واثق في نفسه وعارف كويس جدا على فكرة ودي من الحاجات الجميلة لو أخذنا هشام سليم كنموذج هشام على مدار الخمسين سنة اللي اشتغل فيهم في الفن كان بيعتبر نفسه هاوي وليس محترف ده صحيح فعلى هذا الأساس هو كان يعني مكتفي يقولك طب أنا هعمل حديث ليه أو أنا بعمل حاجة دلوقتي يعني أنا كان صديقي وأقدر أكلمه في أي وقت ونتقابل الحمد لله وكل حاجة لكن لما بتيجي تكلمه في حكاية شهر يقولك طب لما يبقى في حاجة أطلع أعمل حوار حاجة استادة مش أخلق لنفسي حدوتة عشان أعمل ده ده الفارق على فكرة الفنان اللي واثق من نفسه بيمشي بهذه الخطوات كنت تلاقي نور الشريف نفس الحكاية الله يرحمه طبعا محمود عبدالعليز كده أستاذ عزة العليل أستاذ محمود ياسين يقولك طب إيه القضية اللي هتكلم فيها مش إن أنا حبا في الظهور طب عايز أسألك على نقطة تانية متخصصة أكتر في مسألة النقد الفن التمثيل فكرة البروتوتيب أو فكرة إنه شام سليم أدرك إن هو ما يناسبوش إنه يجري يروح ناحية الشخصيات بالمسافات الهائلة اللي كان بتقطعها ناس زي سناء جميل زي أحمد زاكي زاكي رستم حسير رياض لا هو فكرة البروتوتيب اللي بيجيب الشخصيات عنده أشبه بأداء عادل إمام رشدي أبازة لكن كل الشخصيات بيقدمها بصدق يعني ما عملش فكرة سعاد حسني إنه يروح ناحية الشخصيات كل مرة تشوفه تقول إيه ده ده ملوش علاقة بالتاني لكن كل مرة عنده مساحة صدق عجيبة يحافظ عليها فيقنعك وتحبه وتدور عليه والتابع حضرتك تكلمت في مدرسة مهمة جدا في التمثيل كان أحمد زاكي رسعاد حسني وستاذ محمود مرسي والمجموعة دي طبعا اللي هو كان ما تقدرش تفرق بينه وبين الشخصية اللي بيقديها ده صحيح دي كانت التقمص الكامل والاندماج وغير هناك مدرسة أخرى إزاي أنا هاخد الشخصية أستوعبها أقصدمها واتصرف بيها زي ما هي زي شخصية ما هي مكتوبة أي مش إن أنا أتوحد بقى معاها ويفضل جزء كبير مني موجود في الأداء برضو فهنا وأستاذ نور الشريف كان بهذا الشكل آه طبعا هشام سنين بهذا الشكل كتير جدا عشان كده كنت بتلاقيه مختلف وفي نفس الوقت عنده برضو روح الشخصية الجميلة ما كانش السواد الغريب بتاع الشخصيات الأخرى يعني حضرتك تشوف لحظات حارجة ما تقدرش تقول إن ده مش دكتور تشوفه في حرب الجواسيس تقدرش تقول إن ده مش زابط تشوفه في إمبراطورية مين ما تقدرش تقول غير إن ده مراهق شوف إنت عمري وهو بتكلم كطبيب المفروض إن هو طبيب أمراد دم وكلام من ده بتكلم كطبيب نفسي آه فأنت حبيته ليه لأن هي دي روح العمل أي طب عايز أسألك في حاجة أخيرة يا أستاذ أحمد معلش برضو يعني الشيء بالأشياء يذكر لأنه فيه هموم كثيرة للفنانين الحقيقة يعني ما بسدق تيجي فرصة إيه رأيك في الهجوم السخيف اللي تعرض ليه هشام سليم واللي ما فيش شك إن هو أثر على حالته النفسية في الفترة الأخيرة تزامنا مع إصابته بمرض السرطان بالمناسبة الصور اللي بنعرضها دي تعتبر آخر صور التقطت لهشام سليم في المكان اللي اختار إنه يبتعد فيه عن الأضواء ويكون بس مع ابنه للأسف إحنا بقالنا فترة مع انتشار المواقع اللي بلهاش تواجد مش عايز أقول تحت بيري السلم لأنه ممكن أنت في يوم الآن بنتي تحت بيري السلم تلاقي حاجة لكن دي تحت أساس فان ملاش ده مواقع مواقع التواصل الاجتماعي كمان اللي خلت كل واحد يعني عنده منبر يتكلم فيه أو ينشر عليه وبالإضافة للتطور التكنولوجي الموبايل النهاردة في الكاميرا انت بتبقى قاعد فجأة بلاقي واحد لأطلك صورة وانت مش شايفه بالإضافة بقى أن دي نمت الشائعات يعني معلش نهاردة شامس دين توفاه الله الله يرحمه أنا سمعت وفاتي شامس دين ثلاث مرات يا أنا عربي يا باب خلال الشهر اللي فات أيها تمام هل دي يا جماعة مش دي تأثر على الإنسان وأسرته هو عايش ما هو لازم دي تقتل اللي لسه ما ماتش ما هو بالضبط فهي المشكلة دلوقتي فيه الانفلات الموجود في المواقع والسوشيال بيديا بشكل كبير اللي إيه خلاص بيمتشر كانتشار أنار في الأشياء طب هل إحنا أستاذ أحمد يعني كأماكن بقى رسمية وصحفيين معروفين وناس بقى يعني مجازة إنه هم صحفيين ونقاد وكده أنصفه هذا الرجل في الهجوم الشرس الغير مهزب اللي تعرض ليه لمجرد أنه بيدعم ابنه وأنه بيظل أبه وأنه هو مش بيفكر بالطريقة خلال السنة أو السنة ونص اللي فاته تقريبا السنتين اللي فاته من ساعة مشكلة الإبن وأعتقد أنه هتلاقي معظم الفنانين والكتاب اتكلموا في هذه الظهرة لصالح حشاب لأن الرجل تعامل مع الموجود يعني إحنا عندنا الظهرة أنا مش هقدر أغير الكون طبعا بس في نفس الوقت طيب أنا أقدر أعمل الدعم ممكن يغير والحب لكن مش الرفض بالضبط ومش هدبح إنسان ما هي دي الأساس لا بالعكس أعتقد أنه هشام نال استحسان الكثير والكثير من المحترمين حط تحتها ألف خط بشكرك جدا يا أستاذ أحمد وبعزيك مرة تانية أحمد سعد الدين النقد الفني ويعني دي كانت محاولة لرد الجميل لإنسان فنان راقي نبيل محترم مبدع موهوب زي ما قلنا من شوية أتى بكل الشخصيات إلى مجرسته إلى منطقته في الأداء حتى لما عمل مصرحية وطلع بيمثل وبيدحك وبيعمل مناطق إنسانية وبيرقص مع شريهان نجمة النجوم في الاستعراض في هذا الوقت نجح جدا جدا مع فريد شوقي ومنتصر بالله ووحيد سيف وكل العمالقة اللي كان بيموج بهم المصرح في هذا الوقت وعلى هذه الخشبة نجح جدا وبصم بصمة رائعة في المصرح رحم الله شام سليم ولنا الله في من بقي لنا اليوم من بعض الفنانين الذين لا يدركون قيمة الاحترام والنبل في هذا الوسط الفني الكبير الرائع